السلام عليكم عاش الملك ولا عاش من خانه لإخوان قبل ما سمعوا كابلين الضيف ديالنا في هذه الحلقة اللي هو الدكتور عزيز غالي خليونا أولا نتكلموا على القضية اللي دارت جدا كبيرة بالذات واللي هي قضية حميد مهداوي وريدة طوجتي اللي تعتقلوا بسبب الشكايات اللي دار عليهم وزير العدل عبدالطيف واهبي كنقول لكم اروا ليونيكم زيان يوا السيادة بعد ما كانت وعد عبدالطيف واهبي وزير العدل الشعب المغربي قبل ما يطولى المنصب دياله انه غادي درس الملف ديال المعتقلين السياسيين ديال الريف وانهم غادي خلجهم من السجن صدق كيدخلهم لينا بحال هاد حميد المهداوي وريدة طوجتي وبلا ما نقول لكم فين وصل التحقيق معاهم تحقيق اللي دام كتر من ساعات مع ريدة طوجتي بعد جود الشكايات اللي دار عليه وزير العدل عبدالطيف واهبي وكيوجه تهمة انه كيماس مهنة مزورة بالاضافة الى انه استعمل صور دون الموافقة صاحب ديال دوك الصور حبما ديال عبدالطيف واهبي ريدة طوجتي اللي كان من ابرز المعارضين السياسيين ودائما كتلقاه وقف مع الشعب المغربي في كل محنة خاصة زلزال فاش كانوا بزاف ديال المسؤولين قاع ممسوقين للضحايا ديال زلزال كتلقاه دايما كيقدم ليهم المساعدات وغير اسبوع تقريبا قبل ما يتشد واللي كان اخر فيديو على القناة ديالو منشال اقليم تارودان والتعاون ودى المساعدات ديال المواطنين تمو السكان لمساكن مكرفسين مع البرد فضل غياب اي مساعدات من المسؤولين ما بغا دي تقولولي يا سربي ارالينا الجديد بخصوص المحاكمة ديالو واش تحاكم وبش حال حكموا عليه كيقول لكم لانه بعد المكان غادي تكون اول جلسة له يوم 16 فبراير الفين وربع عشرين اجلت له الجلسة من طرف المحكمة الابتدائية ديال اقادير الى غاية 21 فبراير ودى بارة حاليا راه الاعتقال بالسجن المحلي ديال ايتم اللون الى ان تتم المحاكمة ديالو اما السيحاميد المهداوي اللي استدعاته الفرقة الوطنية ديال كازا وتصور معايا ان التحقيق معاه وصل لكتر من تسعة ديال السوء على حساب الموقع ديال بادي بسبب تاوى الشيكاية اللي دار عليه وزير العادل عبدالطيف واهبي ده با السؤال يمحيير لي شحال قد عبدالطيف واهبي وزير العادل لانه يبقى ديال الشيكايات بالناس اللي كيف يفتحوا الفساد ديالهم وكيف يفتحوا المخططات ديالهم وكيف يفشوهم ايوا السيادة بلا ما نهضر لكم على النقيب والمحاميزيان اللي كان بغا يوصل صدر صوت الجلالة المالك محمد السادس بخصوص اموال الفسفات والدهب فيك تمشي ديال المغريب اللي كاتشفر من طرف الخوانة ديال البلاد المحاميزيان اللي كان دائما كيضاف على قضايا الشعب المغريبي حاليا مشدود في السجن واكد ولده بعد زيارة سجنية انه بعدما كان دار اضراب عن الطعام ولدت الحالة الصحية دياله خطيرة بزاف الاخوان بغيتكم كاملين تطقوا لي هاد الفيديو هاد الحلقة باكبر عدد ممكن ديال اللايكات لعله وعسى ان هاد الفيديو يوصل جلالة المالك محمد السادس نصره الله اللي هو اعلى سلطة في هذا البلاد الله يخليه لنا والله يحفظوا لنا من كل شعب لانه كل ما كان هو ما كانوا بزاف ديال المسؤولين اللي هما مجريمين يتشدوا حاليا في الحبس ايه وسيادة دا بغادي نخليكم مع الضيف ديالنا في هذا الفيديو واللي هو عزيز غالي نستمعوا ليه كاملين اعطيونا ودنيكم مزيئ الراديكالية والتشدون هذه ليست لغة حقوقية هذه لغة سياسية من اجل الوصم من اجل الاتهام اطارات حقوقية فيما يتعلق بالتقرير كل هذه نخذه في ثلاثة المحطات كبارة المحطة الاولى هي اول شيء اللغة المستعملة كانت لغة تطغيرها الفردانية المندوب دائما يقول فعلتو غدين دير حيات وكأنه اختزل المندوبية كمؤسسة في شخصه لا يمكن شيء واحد يعمل في مؤسسة معينة يتم تقزيمها الى شخص واحد وانه هو الذي يدير كل شيء سيبرمان يدير حقوق الإنسان كان فشلا ثانيا كان مضطربا بشكل كبير وغير مقتنع بما يقدم من خلال حركة لغة الجسد كان مضطرب نقطة الأخيرة الملاحظة حول الشكل أنه كان دائما فش يذكور الجمعية يدوزها بشغمة الماء ما عرفنا شيء لماذا؟ إذا حسبنا فيديو يتحدث على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشرب الماء ويزمون القلمة لكي يدوزها لا يوجد مشكلة فيما يتعلق بالمضمون المضمون الشق الأول وربما كان عنده حق فشغال على الشعب المغرب يذكي فالشعب المغرب يذكي فعلا ولم يمكن أن يدوزها لماذا اختار ثلاث سنوات فقط؟ لماذا المندوق؟ اختار على تقييم الحقوق الإنسان فقط في ثلاث سنوات في حين أن التقارير على الصعي الدولي كان يأخذها على الأقل خمس سنة هو لا يريد أن يأخذ خمس سنة ولكنها هرب من ٢٠١١ إلى ٢١٩ و ٢٢٠ في حين أن التقييم الخمس سنة كان يجب أن نظره على الريف لماذا؟ لأن الريف هي المحطة التي يقع كل مابونية على التوصية الإنصاف والمصالحة والترسانة بين قوسين الحقوقية التي كانت من ١٩٤ إلى ٢٠٦ كاملة فجأت جريبة الريف بأنها بالنسبة للدولة لم تكن تعنيتها شيئا لماذا نرى انتهاكت؟ ١٩٠٠ معتقل سياسي أكثر من ٥٠٠٠ حالة التعذيب حالة التخويف والترهيب حالة الناس الذين يخدمون لايران بدون وجهة حق في إمزور ما كان يجنب ٢٠١١ ويظنون أنه ذكيان ويضرق الشمش بالغربة ويمشي ٢١١١ فقط في حين أنه كان يخصوه ٢١١١ باعتبار إذن هذا الشق الأول الشق الثاني لما تحدثت على التقارير أنه اختزل العمل الإطارات الحقوقية في التقارير السنوية في حين لأن العمل هناك جمعيات على حسب إمكانيات تشتغل طيلة السنة كذلك النقطة الثالثة أنه لخص حقوق الإنسان فقط في الحقوق السياسية والمدنية ونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حين لأنه على الأقل كان يأتي ويقول لك هذه التقارير ما تقول له في الحق في الشغل في الحق في التعليم في الحق في الصحة في الحق في البيئة السليمة مجموعة الحقوق كذلك لا يمكن أن يضع على التقارير في ٢٠٢٠ إذن هناك هذه المصدقية الحقوقية وأن يقرر التقارير ثانيا المطلوب من المندوب يقدمنا هو التقارير وليس يقرر في الوراق الناس كمندوبية لديه الإمكانيات يجبنا التقارير هو وضعية حقوق الإنسان لمدة ٥ سنوات لا يجب أن يرى هذا الشيء الذي يشبه ويجب أن يستطر لهم بسلو عمر على الأقل مجهود وإطارات وهذه بالفرصة نسول الإطار مركز النخيل الدراسة في الصحراء والذي الدولة أعطيها فيلا وموظفين أعطينا التقارير الذي يدر كمؤسسات تستفيد من الريع لأنه يدر على المتشددين وليس يعيشون من الريع كذلك بالنسبة للمندوبية وهنا شيء خاص بالجمعية والكموضياش لن ننسى لأن المندوبية استدعت إطارات حقوقية وطالبت منهم التراجع على تقرير كان قدما للجنب كموضياش قدمت تقرير وتم استدعاءهم في المندوبية الوزارية وطلبوا من الجمعيات يسحبوا التوقع وهناك جمعيات تقدمت تقرير موازية تقدمت الكموضياش وطلبوا من الجمعيات التي كانت تشغل في التقرير وطلبت منهم يسحبوا التوقع ديانهم هناك من يستجابوا وهناك من رفضوا هذه فرصة لنوجه تحييات عالية للزميل والصديق عبدالرزاق بغربور لنولوا يخرجوا وقال هذه الحقيقة قال أن المندوبية تطلب منها نسحبوا التوقع ديانها كعصبة إذن ليس هذه المندوبية التي ستتحاوروا معها عندما نتحدث عن الحوار هل هذا هو أساس الحوار؟ هل نتحاور فقط لنحييضوا التقرير أو نزيدوا هذه أو النقصة هذه؟ كذلك كان المطلوب من المندوبية عندما تحدثها حول تراجع المؤسسات يعطيها لمغاربة لديطايل عندما نتحدث على أن الجمعيات لا تصبح تقارير الموازية فالجمعيات قد تصبح تقارير الموازية لأن الدولة لا تضعوا تقارير لتصبح تقارير الموازية ومتأخر من سنة 2015 لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تأخر من 2014 إلى غاية 2020 لجنة حقوق الطفل تأخر كذلك من 2020 يونيو تفكروا في 2021 لجنة حماية أفراد من الاختفاء القصري متأخر من 2015 لجنة مناهضة تمييز متأخر من 2014 لجنة العمال المهاجرين ومتأخر من 2018 وهو فقط تقارير لكي تقاريرها لجمعيات تصبح تقارير الموازية لكي تصبح تقارير الموازية لكي تصبح تقارير الموازية فيما يتعلق بالمقررين أو الهيئات الغير التعاقدية المندوب الذي يقول لك الجمعيات وهو خدامه بعد ذلك هناك مجموعة لأن المقررين الأمميين هم خبراء مختصين في مجال حقوق الإنسان يقومون بزيارة الدول من أجل الوقوف على الوضعية ديال كلها حقها لا ليس داتون ديال المغرب فيما يتعلق بالمقررين الخاصين المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد من يناير 2014 المقرر المعني بالفقر المطقي مارس 2015 المقرر الخاص بالمقاولة حقوق الإنسان يونيوز 2019 الخاص بالحق في المياه من فبراير 2021 ومتأخير طلب الطالب 2015 2016 2020 و2021 المقرر الخاص بالبيئة السليمة 2016 2020 2021 المقرر الخاص بالاستقلالية القضاء هذا طلبه 2014 وعوده في 2019 واستجبت لي الدولة ولكن شرطت عليه شرطت عليه وليس يأتي وليس يأتي وليس يأتي وليس يأتي وليس يأتي فالسمخه بمقارر عنهم والأعتقال التقل 2018 المقرر عن معني باليعاقار العتقال التعسفي 2018 المقرر عن عن العيادة المقرر عن حق في الصحة 2010 2013 2015 2016 مقرر عنвержاب مواد الخاطرة والسماع و لخُقال الرواب وال مقرر الخاص بالحق في السكن 2015 لدينا قاعدة لانتظار المقررين الخاصين مملوئة بالنسبة للمغرب ولا يريدوا أن يستقبلها أحداً إذن هنا هو التفاعل مع الآليات الأممية يتحدث على أن المندوبيات تشتغل وأن هناك لقاء مع الآليات الأممية وكان يأتي الجنف وكان يأتي من الجنف هؤلاء لماذا لم يأتي لهم؟ هؤلاء متشددين هؤلاء مقررين أمميين دورهم الوقوف على وضع حقوق الإنسان في المغرب فيما يتعلق بالجانب التعاودي كذلك الدول تقدم تقاريرها تقدم تقارير لجمعيات تقدم تقارير الموازية وتقدر حقوق الإنسان في مجال معينة أو معاهدة معينة في كل بلد إذن فالدولة لا تستطيع تقاريرها لن نضع تقارير الموازي واللاعي يجب أن نضع تقارير ونضع تقارير الموازي لا يوجد مشكلة لن تفق على هذه الميكانيزمات كذلك فيما يتعلق بالتقارير مثل تتثى علىsoft جمعية أو الدخول المدراسي نحنしょ positive من نسبة لنهات الجمعية أو الذي يعتبرهم متشددين فالجمعية يلي في الجائحة الكورونا قدمت مساعدة المستشفيات الجمعية المغربية الآن بصدد مبادرة بعد مواقع تنويات الخواريزمية بتالسنت نحن بدينا كجمعية الكتوبة باش نعيد نبني ذلك الخيزانة من جديد إلا كان هذا العمل ذي الفلسفة طبعا لأن لا يمكن أن نقبل أن يتم الهجوم على مادة الفلسفة من طرف الظلاميين ونسكت كجمعية حقوقية في إطار الحق في المعرفة في إطار الحق نشر الفكر أن نتخلع لهذه المبادرات والآن الجمعية بصدد إعداد وجمع مجموعة الكتوب نتواصل مع رضوان الأستاذ الفلسفة من أجل إعادة بناء هذه المكتبة وهذه فرصة للإطارات على أن نفكره في إنشاء هذا الفكر التنويري داخل المؤسسات التعليمية من خلال هذه الخيزانات التي يمكن تكون جريبة تالسنت جريبة متميزة ويمكن توزيعها على مجموعة المدن خلال الكتوب التي ينقع في الضيور يمكن أن نرى الإمكانية لكي نوصلها لتالسنت للمدرسة لأن لا يمكن أن نقبل أن يتم إحراق الكتوب لفكرتنا بذلك القرطبة أن الجمعية ربما في واحد سنة كنت ندرنا واحدة الجامعة دي الأستاذ الباحث تنسم منها مراغة والجمعية كانت يتساءل شنو هي مراغة مراغة هي قرية صغيرة قرب بغداد اللي تم تخزين فيها الكتوب اللي كانوا في بغداد كالناس منها مراغة إذن استمرارا الروح دي المراغة سنقوم بجهيز هذه المكتابة إذن هذه هي الأدو والعمل دي الجمعية الجمعية ليست فقط تقريرا الجمعية هي العمل اليومي دي المناظرين ديالها الجمعية هي العمل دي الفروع ديالها لكي نوصل لمسألة التي تحدث عن هذه الوصولات الإيداع وأسأله هل هو يشتغل في المندوبية ولا لماذا؟ لأننا كجمعية قدمنا تقرير مفصل حول ما وقع الفروع الجمعية لوزارة حقوق الإنسان مرتين وقدمناه مرتين واحدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأن الآن الجمعية عندها سبعين فرع محرومة من وصل الإيداع بل أكثر من ذلك عدنا أحكام قضائية لصالحنا بزيدائيا واستنافيا في مجموعة دي الفروع المحلية والجهوية دي الجمعية إذا ما كانش هو عارف هذا الشيء كامل فاقصنا نساءلوه ربما موظف شبح وعلينا أن نساءله سيقول لنا ما ندير في هذه الخمسة سنين لأننا كلنا نتذكر أنه كان جاء واحد عام قدم تقرار على الحسيمة ومن ثم لا نرى حالته حتى لدى وانا يجبنا تقرار جديد واذا هذا موظف شبح يقدم تقرار كل خمسة سنين وخلصه لا يمكن ثانيا يجبنا خلاصة العمل المندوبية أشدرت هذه المندوبية في هذه الخمسة سنين هذه الحضرات التنسيق لا تقنعه أحدا هي مسؤولية الباشا والقيد والمقدم فهذا فكرني مباشرة بالوقت الذي كان الحسن الثاني صفت يوسفي قد الجلاد ليوسفي قد دور الجناف لكي يهضر على حقوق الإنسان في المغرب فما على الأسف ما زيننا في نفس الصورة أنا فاش كانت يهضر بنيوب كانت يبقى لي ليوسفي قد دور الجناف إذا لإخوان هاتش شاهدت لك في هذه الحلقة لا تنسوش اللايكات وما تنسوش أيضا أبونا وفيد القناة إذا كنت أول مرة كتشفوها إلى فيديو مقبل وإلى حلقة مقبلة والسلام عليكم